مرحبا بكم من جديد تحية لكم جميع شكر كبير على الوفاء ديالكم اليوم معنا موضوع رابط هو بالغ الأهمية اليوم معنا موضوع رابط يمكن غير واحد الثقافة اللي عندنا في المجتمع المغربي وهذا طبعا ما يتمناه البرنامج من خلال المواضع الرابطة اللي كيطرحه الهدف مفروض الهدف من كل برنامج إعلامي سواء كان إداعي أو كان تلفزيوني هو أنه يفيد المتلقي هو أنه يغير تصرفات المتلقي نحو الأحسن إلى ما كتلاحظوش أنه هاد الأهداف كين في البرامج اللي انتم كتابعوها فعرفوا أن هذيك البرامج وأصحاب هذيك البرامج كيستبلدوكم وكيحاولوا يستحولكم المخذي لكم وكيتفلوا عليكم وكيسرقوا منكم الوقت كيسرقوا أغلى ما عندكم هو وقتكم لذلك أدعوكم لمتابعة البرامج الهدفة وأدعوكم لمتابعة المحتويات الهدفة على المنصات ديال التواصل الاجتماعي وعلى الانترنت بصفة عامة حضي شيكايتك شنو المقصود بهذا القضية ديال حضي شيكايتك أولا شنو مفهوم الشيكاية الشيكاية عندها واحد التعريف قانوني صرف وكيحاولوا الفقهاء في القانون أنهم يعملوا فرق ما بين الشيكاية والويشاية وكين أيضا فرق من ناحية الفقهية ما بين الشيكاية والشكوى ما بغيش ندخل في التفاصيل ديال هاد المواضيع ولكن بحلقة نقول دائما كنحاول نفتح شهيدكم أنكم تمشي وتقرأوا وتبحتوا اليوم غادي نركز على الشيكاية وغادي يحاول البرنامج ما أمكن أنه يبسط الأمر باش يتواصل مع أكبر عدد ممكن من المتلقين وهذا هو الهدف وتسالي هاد الحلقة وإحنا غيرنا الثقافة ديالنا في تعاملنا مع الشيكاية وآجين طرحوا بعض السؤال الأول على نفسنا وعلى بعضنا كأفراد من مجتمع واحد اسمه المجتمع المغربي واش نحن عندنا الثقافة ديال تقديم شيكاية خلينا من هادوك جوج ديال الجيران اللي تخاصموا بعضياتهم ولا ولادهم تدابزوا وحتى هم ولاوا دراري صغار وبدوا يدابزوا بعضياتهم حيث ولد هذا ضرب هذا وما إلى ذلك وكيمشي ويقدموا شيكاية وكيمشي ويديروا شيكاية عند البوليس ولا عند واكيل الماليك وكيمشي وكل واحد كيدبر على شيء هذا طيبية وهذا المصار رجعوله في شيء نهار لأنه مصيبك حلق ولكن كنت تكلمو ديال أنك انت كمواطن كتعيش داخل المجتمع ديالك شفتي شي حاجة ماشي هي ديك وقاستك وكتقص لك حياتك اليومية فعوض ما كتقول اه صافي خليه مهم دك شلعت الله كتقول لا أنا لا بغيت نكون مواطن إيجابي كيخصني ندير شيكاية باش هاد السيد ولا هاد السيدة ولا هاد المؤسسة يحبس من هاد الشي نوقفو عند حدو هدي مسألت مبدأ هدي مسألت قيم هدي مسألت أخلاق وانا علىش غنت سمى مواطن إذا كنت نبقى سيلبي إذا لكنت مواطن سيلبي من حق أي واحد يعفس عليا من حق المسؤولين يعفسوا عليا من حق أي واحد في أي إدارة عمومية مشي تنقضي فيها شغلي أنه يتعامل معايا كأنني لا شيء لأنه عارف ضمنيا باللي أنا سيلبي وباللي ما غن دير والوق وباللي دير لي الليدر غادي يلا نقدر نتغاوت معاها تماما ولا نرفع صوتي ونقدر نجيبها في راسي لأنني غنو اللي كانت عدى على موظف أثناء تأدياته لواجبه لوظيفته وغنو اللي أنا الظالم في الوقت اللي عندي أداوات باش يمكن لي يرجح حقي كمواطن إيجابي غادي نعرفو كيفاش في معرض هات الحلقة طبعا غادي نستقبلوا المكالمات الهاتفية ديالكم اللي عندها علاقة بهذا الموضوع وغادي نستقبلوا المكالمات ديالكم بحلقة اللي كتحمل صور دي النصب والاحتيال وغادي يقدم لكم البرنامج بعد صور النصب والاحتيال بأصوات أصحابها اللي كيبعتوا بها كتجير صوتي اوديو كيصيفطوه الواتساب للرقم الهاتفي سفر ستة سبعة وخمسين تمانية وخمسين سفر صفر أربعة وتمالين فكتير من الأحيان كتعليق على بعض الفيديوهات اللي كان نشور اللي عندها علاقة بحضة رأسك أو بنبط الشريع كان بعض الأخوات والإخوان كيقول لك أنا را بغيت نتواصل معاك عندي واحد القيصة دي النص بغيت نحكيها لك كنقول لك مرحبا بك يمكن لك تحكيها بصوتك سجلها هير عبر التليفون ديالك سجل واحد لوديو وبعتبي عبر الواتساب لهذا الرقم صفر ستة سبعة وخمسين تمانية وخمسين صفر صفر أربعة وتمانين غادي نسمع هذك لوديو ديالك إلا طلبتي أنه يدوز بصوتك ما كنت مشكل لكن تشجيل دياله واضح وصالح يدوز على أمواج الإدعاء غادي نمرو لك في هذا البرنامج إلا كنت غادي ناخده وناخد الأفكار منه ونعود صياغته ونبثه في البرنامج بصوتي أيضا الأمر مرحب به فعقلوا على الرقم باش يمكن تحكيوا على صور النص بو الاحتيال تقترحوا مواضيع رابطة لتناول البرنامج تكونوا مراسلين بين قوسين ديال البرنامج فيما يخص النص بو الاحتيال اللي كتتعرضوا لي ولكتتعرض لي لمنطقة ديالكم من قبل أين كان الرقم الهاتفي صفر ستة سبعة وخمسين تمانية وخمسين صفر صفر اربعة وثمانين الشيكاية 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 آآ تكلمت في البداية على علاقتنا مع الإدارة ومشي معنيت هذا انه راح نغنديرو الشيكاية عير لو قعنا مشكل مع الإدارة حيث انا عارف ربما داب الناس غيمشي كلهم التركيزهم للتعامل ديال بعض الموظفين معهم العراقل اللي كيلقاوها في اي قطاع من القطاعات وكان حسب واحد ثقافة عند البعض اللي الان كيقول ابدي لمن غا تشكي روقا كتدير الشيكاية كتبقات ممك وبغيت نقول لكم شكل يرسخ لكم هاد الفكرة فراسكم شكل يبغي يعجزكم انكم تديروا الشيكاية شكل يبغي يقول لكم رو خد دير الشيكاية ما عندهم ما يديرو لك ودي ما احنا كنتكلمه ديك ما عندهم مبني للمجهول شي وحدين اخرين يمكن جايين من شي كواكي مخرا في حين انك انت مغريبي وموضوع الشيكاية ديالك مغريبي وغتدير شكاية لمغريبي وحنا المغاربة كولنا سواسية امام القانون غا يقول يا شو عدا او ديالاش من سواسية كنقول لك حتى هاد القضية لحسيتي براسك انك تمشي سواسية امام القانون قدام شي حد ولا شي مؤسسة عندك الحق تدير شكاية اه اي لك يقول لبعض راه هادير هدرا مع الدولة قعمك اديها في شكاياتنا غادي نقول لك واش انت في خبارك بعدها انه الدولة عاملة واحد لبوابة خاصة بالشكاية المواطنين الى كنتي قاع انت معجاز وما فيك ما ينوض وما يمشي وما عارف ش فينا دل ايضارة اللي غا تقلب عليها باش تدير عند ها الشكاية ديال داك الموضف ولا ديال داك المرتفق اللي اه سبقك ولا اخر اللي تعامل معاها وفضلوا عليك ولا ديال ديال ديك المؤسسة اللي تعاملتي معاها وما اعطاتك ش حقك ولا ديال مور الطاكسي اللي ركبتي معاها وما بغاش يديك الوجه ديال ديال مور المطعم اللي دخلتي تاكل عنده وما خلاكش تاكل لسبابين من الاسباب من الاشياء البسيطة حتى الاشياء الكبيرة جدا شكو اللي رصخ فعقلك انهورا ما عندكش لمن تشكيو انهو شيكايتك ما تاخدش طريق ديالها ورا كين واحد البوابة الكترونية كين واحد الموقع كين واحد لو سيت انترنت اسميتو شيكاية بوان ايما اتخوا دوبلو ذي بوان شيكاية بوان ايما هاد البوابة قلنا لا كنتي معجاز وما في ما يمشي كنتي قاري رك غادي تكلس قدام الوردناتور ديالك ولا تليفونك وتصيفت الشكاية ديالك ومليك تصيفتها كي يجيك تأكيد انها وصلت وكتولي هديك الجيهة ملزمة قانونيا انها تجاوبك في واحد الاجال الى الشكاية ديالك كنت منطقية وغا تاخد لك حقك كتجاوبك وكتاخد حقك الى كانت الشكاية ديالك ما شهية ديك كتجاوبك وكتقول لك علاج وإلا ما عجبكش الحال ذاك الجاوب ديالك هتعاود دير شكاية واحدة اخرى وتضمنها بحجاجين اكثر يعني المواطن هو اللي خصو يولي ايجابي إلاك تشوفوا امم اخرى ودول اخرى متقدمة رأي لان المواطن في هكي يلعب الدور ديالو ماشي من اللي كتوقع شي حاجة سيلبية في المجتمع وكيكون هو ضحيتها او غيره ضحيتها كي يغمض عينيه ويزيد ويقول صافي خليهم منهم الله زيان منهم الله ديك انت حاسبول هيه ولكن هنا في الدنيا كان القانون وكان الحق اللي كيمكن يتعطاك الى انت طالبتي بيه ما تسناش شي واحد غادي يجي يعطيك واحد الحق انت ما كتطالبش به اصلا وباش تطالب به كين مجموعة ديالالالادوات ومن ضمن هاد الاداوات كين الشيكايا اه غادي من بعد انكم نزوروا مع بضياتنا هاد الموقع ديال الشيكايا بعد حين وغادي نقول لكم اشن هو المحتوى ديالو اشنو كين فيه وندعوكم انكم تزوروه وتأكدوا نفسكم وتشوفو واللي كي همنا في هذا الموضوع انه كين اجال قانونية رماشي باعتي بشكايا ديالك صافره هاتما الا كين واحد العادات ديالالايام بهذا التعبير الداريج بزز من الناس المسؤولين على هادك الموقع وطبعا هو مرتبط بإدارة متخصصة في هاد المجال بزز منهم كي يخصوهم يجاوبوك علش لحق الشكايا ديالك على حساب بمن تديرها كتحال على هادك الجيهة على هادك الايضارة ولا على هادك الوزارة على هادك المؤسسة بصفة عامة كتحال عليها وبز منها المسؤولين اللي فاكي يخصوهم يجاوبو على ذيك الشكايا من بعد ما يديروا البحث ديالهم ويشوفو كيفاش نوقع علش انت تعرضتي هادك المعاملة او لهذاك الظلم احنا الان كنتكلمو على لاشي حاجة اللي عندها علاقة مع الادارة يوفو معاملتنا اليومية بزاف ديال الاشياء كتوقع وكنخليوها الدوز ده بنتام اللي كتمشي مثلا غدي نخضو على سبيل المثال وليس الحصر مشيتي غدي تاخد الطاكسي وقفتي طاكسي في مدينة ملمودون قبل ما كتطلع الطاكسي وهدي من الاخطاء اللي كترتاكبو كتقول له واش غادي الحيل فلاني بعد الاحان كيقول لك الله لا ما غاديش منتم ما غادي متغدق وراح يتممسلكاش هديك الطريق بالنسبة له يمكن ما غايل قاس زبنة اخرين في الطريق ولا بالنسبة له بعيدة عليه ولا الطريق محفرة خايف على طانوبيلتو كيقول لك اللا ولكن المنطقة شنو كيقول والتصرف الايجابي شنو كيقول كتحل باب وكتطلع في الطاكسي حيث هذك الطاكسي موضوع رهن اشارتك والصائق ديالو المحترم مع تحية خاصة لهذا الاخوان اللي كيسوقوا الطاكسيات سواء الصغيرة او الكبيرة هو رهن اشارتك باش يوصلك الواحد لمكان اللي انت كتطلبو طبعا اللي داخل في النفوذ ديال التحرك ديالو جغرافيا ما تخرجوش شي بلاسة اللي ما عندوش الحق يمشي لها داخل ذاك النفوذ كيخصو يوصلك في ما بغيت يوصلك وإلا ما بغاش يوصلك هنا كتحضر القضية ديال الشيكاية فعندك جوج ديال التصرفات اما انك كتبقى داخل السيارة وهذا علش قولنا انك كتطلع للطاكسيات كتقول الديني للبلاثة الفولانية او لك انت خارج السيارة وما بغاش يديك كتاخد الرقم ديال التاكسي اللي كي الفوق مسجال او اللي كي نعلى الباب على حساب المدينة اللي انت فيها ونوع التاكسي وكتاخد لوحة ترقيم ديال السيارة وهنا كتجي القضية ديال الشيكاية وكتمشي كتعمل الشيكاية ديالك معززة طبعا بالتاريخ وبالوقت وبالموقع وكل اشياء وكل عناصر اللي تخليش يكايتك تكون عندها مصداقية باش هادك السائق ديال الطاكسي اللي ما احترمش المهنة دياله وما احترمش القواعد ديالها اللي كتنظمها وما احترمش المذكيرات اللي كتنظم المهنة دياله باش يتعلم انه يحترم هذيك الاشياء هذا ره ماش يتحامل على اخوانا مالين الطاكسيات بالعكس هذا تنبيه المواطن باش يعرف حقه حتى انت امول الطاكسي حتى انت مواطن الى ما كنتش في مدينة تقول لما كانش عندك طنوبيل تقول لصفرتي من مدينة لمدينة اخر وبغيتي تاخد الطاكسي كتولي انت امول الطاكسي زابون ديال الطاكسي اذا نخصك التعامل معاملة صاحب الطاكسي للزابون دياله فهذه ما فيها لا تحامل على الطاكسيات ولا اي شيء انتم كتعرفوا انه شخصيا كنوجه لكم دائما تحية حب وتقدير خاصة وكنقول ان الدور ديالكم اللي كتقوموا به داخل المجتمع هو واحد دور اساسي جدا وكنتمنى وليكم دائما الخير وكنتمنى وانكم تخلصوا من هادا كالريع ديال القريمة وانه يجي شي نظام اخر اللي خليكم توليوا اسياد نفسكم اسياد صيارتكم عندكم طنوبيل تقول كتشتغلوا عليها عندكم واحد دفتار ديال التحمولات كتخلصوا الضرائب ديالكم وخدامين مرتاحين ماشي كل واحد كيجر فيكم من قلت مول القريمة كيجر من قلت مول الطنوبيل من قلت الى مكان شية ديال مول القريمة المحروقات والغلى ديال اللي ما زوت كيجر من قلت وبعد الزبناء ودامة الضامير كيجر من قلت والله يحسن عوانكم حتى انتوما انما سقت هاد المثال ديالكم لانه اكثر الاتصاقا بالحياة اليومية ديال المواطن غدي نمشي وناخدوا مكالمة هاتفية ورجو عند حضراتكم مكالمة اما تحمل صورة من صور نصب والاحتيال او تحمل لنا حديث في موضوع ثقافة الشكاية في المجتمع المغربي قالوا صباح الخير مرحبا بسيدي شرفني بالاسم مرحبا بسيدي يوسد فضل يوسف واحدة العملية ديال النصب والاحتيال الوقات عندنا نفسهم هزا نا ما حيصفره واحد السيد كان كيبيع الزيت ودال الاعلان دياله في الانترنت والتليفون تصلوا باشي وحدين من دنال البيضاء ينسقوا معا لانه يجيب لهم الكمية اللي يبغى واحد كمية كبيرة الانترنت يعني مهم شاك بقاك يتواصل معهم شاك دالو مزيزة وصلالو من تماما وبقاك يتواصل معهم فين اتلاقاهم المهم اتلاقا وبيناتهم خرجوا طرف المدينة دعمها يعني رامنا ساكنين برا على المدينة ووقفوا في واحد طريق شوية خالية من الناس وقالوا لم يالله معايا قالوا لم يالله معنا تشوفوا الوالد يعطيكم الفلوس طبعا الشفورو ومول الزيت مشاو وخلوا السيارة النفعية مفطاق ذيك الأثناء اللي مشاو في ذيك 8 مين ولا ربع ساعة اللي مشاو هذو كيوررين مباشرة يعطيهم الفلوس جات سيارة نفعية اخرى رام يعني ذاك يمتفقين بناتهم لك العصبة وصرات الزيت من السيارة اللولة وصراتها في هذا بيالهم ومشاو بقى الاخر مهم كي عطلوا مع الله وهذا وكيعمل بحالة كي يتصل مع الله ولا هذا ساو السمو وحد الضرق اللي معينوني هنا يا ومشا كي يعني ذاك الضرق عطبا أو كي يتسنى هو مشاو خمس لمو مشاو بحالة سوء ومبقوا كي يتسنى وشي مدة غير الرعوب لك عرصنا كي مالقاو في الزيت مشاو سرق ليهم الكمية ديال الزيت ولكن هنا كينا واحد نقطع موضي أفر العملية ها نرجع ليها بعدما نقطع عليك واحد موضوع كنشوفوها مهم ستتعز ان شاء الله في الحلقة القديمة مرحبا تفضل اسيدي كيف تحذيرك بعدما تتعرض لنصبو الاحتيال يعني الإنسان كي يتعرض لنصبو الاحتيال ربما يتعرض الخسارة صغيرة ولكن تصرفة اللي كي يدير من مور ديك العمليات النصب ربما تدي به الخسارة كبيرة كيفاش؟ معتكير أمثلة وانترك موسي عغري تسنى فالأمور إن شاء الله كي يتعرضوا إحباط كاي منهم اللي كي يتعرضوا إحباطه كيف قاطة في محبط طول آمد حياته أو كاي اللي كيفكر انتقم وبالتالي كيمشي كي ربما يوصل قائع للقاتل أو ذلك تسلي أمور خطيرة جدا وربما كي يغير المواقف دياله إيجابية كثيرا كلها سلبية يقول لك المغاربة كلها شفارة ما هذا البلاد ما كان فيها ما هذا وان مهم صحيح صحيح تطرح ديالك في محلو جدا حبي واحترامي شكرا جزيلا على المكالمة ديالك سبق لبرنامج تكلم في هذه النقطة بطريقة أخرى ولكن سيرجع لها مدام اقترحتي لأنها مهمة إنما ما سيرجعش لها في هذه الحلقة كنا تكلمنا على ثلاثة المراحل بالنصب قلنا ما قبل النصب أثناء النصب بعد النصب لا بالنسبة للنصاب ولا بالنسبة لمنصوب عليه وكنت فصلت في هذا الموضوع ولكن ليس بالضرورة كل الناس سابعوا تلك الحلقة هذا علاش الآن كتلقاوا في الأرشيف على القناة الرسمية ديالي على اليوتيوب واحد المجموعة للأشياء المهمة اللي كانت دازت في البرامج اللي قدمت لحضاراتكم فالناس اللي ما كانوش تطلعوا عليها كيمكن لهم يتطلعوا عليها الآن بالرجوع الحمد لله لهذا القناة الرسمية على اليوتيوب اللي السباحات كتمكننا أننا نعطيه للناس الأرشيف اللي فيه الأشياء اللي كتهمهم حتى في الباب ديال النصب بزاف ديال الناس كتتنصب عليهم وما كيقدموه الشيكاية علاش ما كيقدم الشيكاية كيقول واتا انت خليت دا مية وعشرين درهم شا يدير بيها صافي المهم ما كينموش كي أنا بقيت فيها يرش شمتا صافي وكي يهضر عليها نهار يومين ثلث ياميعود هالشي واحد وصافي وسالينا هذا المصاب اللي يدارك هذا المبلغ اللي كتشوفه انتا قليل ديال الفلوس هذي كي حرفته هذي كي تم علمي دياله أشدير هو في رأسه ما غينصبش على أموال طائلة من عند شخص لأنه غير عرف أنه غير يتعرض إما غيرت تعمل به شكاية وغيرتشد إما غينتق منه هذك اللي انصب عليه بحلقة اللي ندبه المواطن فكين اللي عامل هاد الخطة أنه قليل ومداوم إنما في التجاه السلبي كينصب على بزاف الناس في مبالغ مالية قليلة بطرق مختلفة هذي كي تديلو مئة درهم هذي مئة وخمسين هذي مئة وعشرين هذي خمسين درهم وحنا حيث غايبة عندنا ثقافة الشكاية كا تقول وصافي خليه إنما لو عندك ثقافة الشكاية ومشي تدرتي به الشكاية ستوقفوا عند حدوه حيث مسألت الشكاية ما هي ليس مسألت حجم الخسارة اللي تعرضت لها نتيجة تصرف شي حد ليس مسألة مبدأ خصوصا نتشبع بواحد المجموعات المبادئ ليس لديك خمسين درهم ونصب لك على عشرة درهم أخلاق ومبادئ الغايبة تخليه ينصب لك على الملايين وينصب لك على شرافك وينصب لك على حياتك وينصب لك على الناس اللي كتبغي والأخطر ينصب لك على وطنك فلي عنده مبدأ بحل كنقوله بالدريجة ما كيتعاتقش ما كيتعاتقش حيث هو بحل كتقول بعض طقافة ديالشي وحدين جيعان ويني تأود دالو خمسين درهم ولا ربعين درهم غادي طالعها بالدير شكاية ما له على هات الشي كله ذاك الشي اللي غيخسر في الشكاية وعلى الشكاية كتر من ذاك الشي اللي مشالو كين بحل هات الثقافة في المجتمع وهي ثقافة خطأة وهناك من يعمل على ترصيخها باش عمار ما تكون عندكم القيم والمبادئ المثلة حيث غدتجر لكم القيم ومبادئ أغرى غتخليش فار القبار ما يبقى وش يقدروا يسرقوكم حيث لما كتصوت علىه واحد وكي يوعدك وكي يوعدك كتابة كيعطيك البرنامج دياله عشانه غد يدير من بعد ما غينجح وكتصوت عليه وكينجح قولوا لي شي واحد فيكم بقي قابط شي ورقة من ذو الوراق اللي كانوا يتوزعوا في الانتخابات واللي فيها الوعود الانتخابية شي واحد فيكم بقي عنده هذيك را حجة را عقد ما بينك وما بين هذك المنتخب حيث جا عندك عطاك البرنامج دياله وبناء على ذاك البرنامج تصوت عليه قدرتوا عقد بيناتكم ما اللي كتدير كونترا مع شي حد وما كيلتازمش بيها ولا بشي بوند من البونه شنو كتدير كتفسخ هذك العقد او كتمشي تدير بيه شكاية لو انه تولي عندنا هذة ثقافة الشكاية والترسخ عندنا طريقة الشكاية بذك الشخص كيمكن تكون بشكل مباشر ومن حقك وديرها وشوفها شنو غتعطي وكتكون بطريقة غير مباشرة هو انه في الانتخابات جاية كتعاقبه ما غي يدوزهاش بيك كتعاقبه هو كشخص يلا عاود ترشح وكتعاقب الحزب دياله اللي هو اللي كان عاطيه لما يضله هو اللي كان مغطيه ما كتصوتش على ذاك الحزب دياله وخايجي شي مرشاح في ديك الدائرة ديالك ديال هذك الحزب نيته وذك المرشاح يبلك رواقي لك قدر يكون معقول وكذا لكن لا انا غان عاقبك هذك الحزب لانك موفيتيش معايا مناسبة هذ القول هو من يعمل على ترصيخ واحد الثقافة دياله هو هذك مشير في الاشياء الصغيرة يعمل عليها في الاشياء الصغيرة لباش تنطالق وتحول وتنتاقل الاشياء الكبيرة في الدولة وهذا الشي اللي بغيتكم تبعوا به قلت لكم غادي نعملوا زيارة الموقع البوابة الوطنية الشيكايات اللي ربما عدد كبير منكم ما كيعرفها شي اه هذ البوابة العنوان دياله بحلقة لكم شيكايات النسخة ديالها بالعربية تواصل فيها بسيطة سهل كتدخل لها كتلقى ما المقصود بالملاحظة ما المقصود بالاقتراح ما المقصود بالشيكاية لماذا؟ حيث هذه البوابة تمكنك انك تبدي شي ملاحظات عندها علاقة بالمجتمع عندها علاقة بالإدارة اللي كتتعامل معها تبدي بعض الملاحظات كتقول انني انا كلاحظ على التعامل الإدارة الفلانية انه ره ماشي هو ذاك في الجانب الفلاني ما كتكونش هذي الشيكاية كتكون ملاحظة بكتنتظرش انه يرجع لك الحق ذيالك اللي كتشوف انه مشالك بمناسبة تعاملك مع تلك الجهة كتكون ملاحظات يعني هنا الدولة شنو بغا تدير بغا تقول لك هانا كنشركك معايا في التدبير ديال المرافق العمومية كينعود تاني الاقتراح كتبدي الملاحظة هذا الشي عندك اقتراحات كيمكنك تكتب في هذه البوابة الاقتراحات ديالك بخصوص مرفق من المرافق كتقول مثلا انا بالنسبة الادارات الضرائب في البلاسة الفلانية في المدينة الفلانية لما كتجي تكون داخل ما كتلقاش الولوجيات انا واحد الانسان بغيت نمشي عندي كرسي متحرك ملقيتش مني ندوز فانا كنقطارح انه تعملوه ثم شي مكان منين يمكن يدوزو الناس اللي عندهم مشكل ديال الحركة اقتراح ممكن تكون اقتراحات اخرى وكتلقاف العنصر الثالث وهو اللي كيهمني الشيكاية وكيقول لك ما المقصود بالشيكاية كل تعبير كتابي او شفاوي او تسجيل سمعي او بصاري او كلاهوما يوجهه المرتفق يعني انت المواطن اللي كتبشي الشي مرفيق عمومي الى الادارة يعني لما كنتش تعرف تكتب سجل اوديو سجل فيديو بالتليفون بالبورتابل ديالك وصيف طول هاد البوابة اذا هاد هي الشيكاية شنو كي يفصح عن ماذا هاد المواطن شنو كي يقول هاد الدولة ضرار قد يكون لاحقه جراء تصرف صادر عن الادارة شي قرار ضرب المصالح ديالك صدرات واحد الادارة سواء كان قرار ضمني او صارح او عمال او امتناع عن عمال يكون مخالف للقانون او منافي لمبادئ العدل والانصف مشيتي انت طلبتي واحد الشهادة ما بغاوش يعطيها لك بقوك يطلعك ويهبطوك وانت كتعرف قانونيا من ناحية القانونية عندك الحق في هذه الشهادة والتوحد ممكن يمنعك منها مشيتي الواحد الادارة خرجت واحد للمجموعات المراسيم كتقولك ودلي عنده كارت نسيونال جديدة رامع فيما انه وشي ادارة تقوله اجيب عقد ازدياد ومشيتي عند ذاك الادارة وقال لك اجيب عقد ازدياد كتقول لي بالله انا كين مراسيم ويزارية كتقول لي يا مخصيش نتليب عقد ازدياد كيقولك والله اخوي احنا الادارة ديالنا تشيلي ديرين كيبش الادارة ديالك مالك انت في دولة واحد اخرى من حقك انك تمتنع انك تجيب ذاك الوثيقة والطالب بالحقوق ديالك ويلا ما بغوش تدير شيكاية ويقول لي اشي واحد انا بقان نطلعونها بط دير شيكاية بشي نجيب لي عقد ازدياد وتعنينا تنتاج نمنع على تصدع الراس راه هذا هو الخطأ راه هاد الشي باش مكان تقدموش هاد الشي باش كندوزو من ثقافة الشيكاية لثقافة الشكوى شنا هي الشكوى هو ذاك النقير ديال المواطن في الدروبة وفي القهاوي عاود ليان عاود ليك عفتديك الايضارات المغريب ووالو وماكين شاي كعتمشي طلعوك ويهبطوك وشكون هوات يطلعك ويهبطك انت مواطن هوات ما بش يخدمك كتخلصو من الضرائب ديالك هادك الموضفرة هو ما شي اهم منك انت اهم منه ما يطلعك شوي هبطك ولا طلعك ويهبطك دير بيه شيكاية ويطربة قانونيا اذا يجب ان نتحول كمواطنين مغاربة من ثقافة الشكوى الى ثقافة الشكاية ما غنخوضش في المعاني لغوية نقرأوا على هاد الموضوع باش تفهموا اشنا هو الفرق بركين انا قلتوليكم بهاد البساطة الشكاية عندها ما صارها وعندها محدداتها وعندها النتائج اللي غتوصل لها الشكوى هاد رافل اخوة ما كين ميدار ما كين خدماء كين التحاجة دوز كونكور وما جابش الله دوز كونكور اخر وما عيطوش لياه كين يربك صاحبي كين هير رشوة الزبونية والمحسوبية دير شكاية عندك معطايات انه دوز تنته وشي وحدين وشي واحد ما داروا ونجح وعندك معطايات كتبيين انه عنده خالته في العرص بحال كنقوله دير شكاية ما تجيش تبقى عكا تشكي على صحابك في القهوة وطنوضه را هاكو ذاك يجب ان نتحول بفكرين في هاد المجتمع لبغينا نتقدمه كمواطنين نوصلوا الى سمحتوه مع هاد البوابة من بعد هاد المكلمة الهاتفية مرحبا بمولاي شرفني بالاسم مرحبا بمولاي شرفني بالاسم مرحبا بمولاي صباح الخير سيدي الحصار بن عيسى مرحبا بسيدي بن عيسى تفضل سيدي بن عيسى سيدي واحد سيد هو دعانا خرجنا سيدها تشارع الخواتاتي قطعي بكارين قولوا ما دعيتكم بشي العديد ماذا ندعيكم بشي جاءت الحكم الاول هو يجينا الحكم الثاني ماذا تعدو وقل كلمة امريكا سمعتيني؟ سمعتك هو استافد من الموضوع هاد الحكم والو جاء الحباب قل علي نحنا اعروبيا ما اعرف ان والو اهه يا تايب كي انا ما درت والو هاد لو هاد الياس مجيو عدنا الناس بك هاد سيدان ذات من نصب واحد يال باعت بسات البطاعي من ارض هذه ذانها لها ومعين منها وفي بلاد بقى مشروكة بلاد ما باني ومن جد جدنا السيدة أعجلنا هذا كعون قادائي أعجلنا سيدا داعيكم نيشان عرضنا تنظر تندخلوا محاما هذا اللعباء أخويا مع أخواتي معي أنا لا أسف بعدها داركتوا الأمر مشيتوا في المصاردية للدعوة ما بقيتوش غافلين نحن ما أحسن نخضار نتكلمنا في العربية ما أعرف نوال ومعمرنا ندخل المحكمة نعدي واحد أسين كان عمري في محكمة كديرة واضح للأسف انت شكرا للك علموا كلامة ديالك اللي كنت خيرك انت كثير الآن واحد لموضوع مهم جدا في التقاضي اللي مفروض فيه مستارة ومفروض مضبوط حيث ما يمكن شي واحد يدعيك على شي حاجة اللي انت يمكن ما في خباركش وتبقى ديك الدعوة مخبية وغادة في المصار ديالها ديال التقاضي ويتحكم عليك ابتدائيا وما تسيقش خبار وما تدير استيناف واللي الحكم صافي قطعي وساري عليك وكيخصك تنفذو بزز منك كينا بعض المحتالي للأسف اللي بتواطئ ولاء وعميم بتواطئ مع بعض المفوضين القضائيين كيبلغوا كل شي عنوان خاطئ أو كيدير باللي السيد تبلغه وهو ما تبلغ شي أو كيدير باللي تبلغ شي واحد في بلاستو وخم عندك به انتا علاقة يقول لك راه جارو لاخدام معاه ولا كيدير للك في طنوبيلتك يقول لك تبلغ عن طريق سيارة دياله بشي طريقة من طرق شي واحد كان واقف تماما كان ولده ولا كانت بنته كان بعض عدامة الضمير طبعا وراه كان متابعات قضائية في هذا الباب شي عاون يقول لك لا احنا معقولين راه كان متابعات قضائية ديال اعوان قضاء اللي تورطه في هاد الشي اما تورطه في انه في عدم التبليغ وفي التزوير في باب التبليغ او تورطه في التنفيذ كيمشي السيد كيبغين نفد واحد الحكم دياله على واحد الشخص وكتعلم انت الاخور كتقول لي رد بالك راه جايغين نفد عليك ما شكي يغبر هاد الشي راه كي انت واحد ما يقول لي نرى ما كينش وفي هاد الباب كينش شكاية كثيرة هاد علاش كنقول للناس ايلا سمعتوا شي خبار هاداك ما تنعسوش ما تقولوا شو انا ما وصلني والو الا سير قلب على راسك سير شو فيك ما عندك شي دعواء باش ما شيت تحكم عليك وانت ناعس وما يبقاش عندك الحق انك تستنف او انك تدير شي نقد ولا شي حاجة اردو بالكم في هاد الباب اه قلنا اذا اشنا هي الشكايات اللي كيمكن نوضعوه اشنا هي الجهات المعنية بالملاحظات والاقتراحات والشكايات كتقول هاد البوابة ادارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية ادارات ديال الدولة المؤسسات العمومية بصفات عامة وكل شخص اعتباري يعني شي شركة من الشركات شي مؤسسة شي مكتب شي يمارس صلاحيات السلطة العمومية هادو كلهم من حق المواطنين يعمل بهم شكاية اه اشنا هي القانوات باش تدير الشكاية ديالك هاد البوابة اللي كنتكلموا عليها او مركز الاتصال الخاص بالبوابة الوطنية للشكايات عندك الجوج ديال الطرق اما انك تسجيل الشكاية ديالك تبعت بحلقنا تسجيل صوتي ولا اه صورة وصوت ولا مكتوب في هاد البوابة او انك تعيط لهم في التليفون لما كنتش قاري وما كانش يمكن للك تكتب وما كانش يمكن للك تصور وتسدع لك على البيبان يعطينك امكانية اخرى هز التليفون وعيد كي نرقم ديال الهاتف موضوع رهن اشارتك في هاد الباب في هاد البوابة كي المراحل كيفاش غادي تدير باش تقدم الشي كاي ذاك الشي مشروح بسيط دقيق يمكن لك اي واحد يفهم كي المراحل ما ندخلش في تفاصيل دياله لان ذاك الشي بالنسبة لبرنامج وقتو ما كيسمح شاي كي الارقام الهاتفية بحلقت لكم من داخل المغرب ومن خارج المغرب الرقم الهاتفي مثلا من داخل المغرب هو هاذا في الاستعمال إذا كنت من خارج المغرب بلوس مئتين وطناش ثلاثة وخمسين ستة وسبعين تسعود وسبعين تسعين مرة أخرى مئتين وطناش ثلاثة وخمسين ستة وسبعين تسعين هذي كلها وسائل الآن الناس اللي يقولك ادير شيكاية وسائرة ما يمكنش ما يقول القانون في هذا الباب تتم معالجة الشكاية والرد عليها داخل أجل أقصى ستون يوما أقصى أجل باش يجاوبك على الشكاية ديالك شهرين كان البعض يقولوا شهرين كلها حيث كان افترضوا حسنية وكان افترضوا سوء النية كان اللي غيدير شكاية حيث بالصح مظلوم في حقوق وخصو ذيكال إدارة تدير معاها حل وكان اللي ما عندوش الحق أصلا وكان اللي بسوء نية بغيري حارب بحال هاد المواقع ديال الشكايات وبغيري كتر عليهم باش يطلع عليهم يديروا بنقص حيث هو مع الجهة اللي كتخرق القانون باستمرار وما بغاش ترجع للمواطن القيمة دياله فتتم معالجة الشكاية والرد عليها داخل أجل أقصى ستون يوما من تاريخ توصل الإدارة المعنية بها وفي حالة عدم وضوح أو عدم إرفاق الشكاية بالوثائق والحجج الضروري اللي معالجة ديالها يعني شكايتك مكان شو واضحة الوريقات اللي صيفتي باش تبدك شي اللي كتقول ناقصين ولا شي حاجة غادي تم إخبارك في أجالين ديال 15 يوم توصلت بها الإدارة اللي هي موضوع الشكاية ديالك الإدارة كتقول لي ما هي توصلت بهذا الشي ولكن رأخصني والورقة الفلانية ولا أتشرى ما واضح شعفك وضحوا لينا كيتصلوا بك أنت عبر الرقم الهاتفي والبريد الإلكتروني اللي كتكون وضعتيه وانت كتدير الشكاية ديالك وكتقول لك ودي جيبنا الورقة الفلانية جيبنا ما يفيد كذا باش غادي عالجوا لك الشكاية ديالك كيفاش غا تعرف أن الشيكايتك رهى وصلات كاين الدليل باش يبقى عندك بقى عندك دليل كنتي عايت تليم بالتليفون مباشرة بعد ما كتسالي المكالمة الهاتفية اللي دوزتي في هاي الشكاية ديالك كيجيك ميساج اس ام اس كيجيك لهذاك الرقم اللي كنتي كتخضر منه كيبقى عندك باللي رسع الفلانية النهار الفلاني قدمتي الشكاية ديالك في الموضوع الفلاني بخصوص الإدارة الفلانية كنتي صيفتي تشجير صوتي ولا صوت صورة ولا مكتوب عبر البوابة كتكون درتي الباريد الإلكتروني ديالك كيجيك ميل رسالة إلكترونية في الباريد الإلكتروني ديالك اللي كتبقى حجة ديالك علاش هاد الحجة حيث هاد البوابة اللي درتي بها الشكاية اللي درتي من خلال هالشكاية وما داروا معاك والو حتى هما كيمكن يكونوا موضوع الشكاية وكيمكن يكونوا موضوع متابعة قضائية المألة الشكاية الآن من بعد ما تسألي إما أن هذه الإدارة ترجع لك الحق ديالك وغتتعامل معك المعاملة التي تريد أن تتعامل معك بها وغتتمكنك من الوثائق التي تريدين أو من الأشياء التي كانت موضوع الشكاية ديالك أو أن الشكاية ديالك لو كانت بواحد الخطورة ستحال مباشرة على القضاء وغتقول أنك تقاضي هذه الجهة التي لم أعطيتك الحق ديالك وهنا كتكون مشيتي عند المحاكم الإدارية لكي تأخذ الحق ديالك وإلا شيء واحد أمام هذا الشيء يقول لك أنا مالي على تصدع الراس وأخو يا رك باقي يجب أن تكون مواطنين بالصح المواطن بالصح هو الذي يطالب بالحقوق دياله والذي يقوم بالواجبات دياله حقوق كلها كي يجب أن تأخذها تعطيتك عن طيبة خاطر مرحبا ما تعطيتك شخصك تستعمل جميع الوسائل القانونية والنضالية من أجل حصولك على الحقوق ديالك ولكن في نفس الوقت باش تبت أنك مواطن وجادير بهذا المواطنة وتضرب وجهك حمر وصدرك خارج كي يخصك تدير الواجبات ديال كلها كمواطن نخدم مكلامات فيها أخرى آلو صباح الخير تهلو السلام عليكم مرحبا بسيدي شرفني بالإسم اسم محمد عمر الله بعث أهلا بك عود لي الإسم ما سمعتوه شوالله كنتر خيرك خاليد من أجادين مرحبا بسيدي خاليد تفضل لسيدي خاليد سيدي محمد عمر الله بخير كده المصحة يطول عمر سيدي تفضل آآ كنشكرك بعدها كان لنا هذا البرامج ديالك مرحبا سيدي ولي باقي الوقت ربما أندي جوج صور ديال النصب والحتيال تفضل هذا الموضوع ديال الشيكاية نعم واحدة كصور من صور ديال النصب والحتيال أولا اللولا أنا اللي بحثت عليها باش تنصب عليها بعض الإداءات الفضائية اللي ما كان عممش اللي كي جيبو بعض الناس اللي كيدوزوهم في الإداءات كيدداعي و كيعالجوش حاجة نط أنا وحد صديق ديالي رسالي الفيديو شفته قال ياسي يدرك كيدير 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 نط أنا قلب جالي في يوتيب نزيد من يميرو دياله وقيد كنعود نتاصل نتاصل بيه هداك سيد عطاني الواتساب دياله وتواصلت معه قال لي يا التامينة مدينة قلت لي يا مدينة قال لي يا هل ترسل لي يا احد الصور ديالكسة وليك بك تغير وكبير ومتواصل وحتد داب ورسلت لي 4 الصور فإذا في داز يومين قال لي غترسل لي واحد المبلغ مالي أنا ما شعرتش براسي أنا حد الآن مكتعرفش كيف هشتغزي بفلوس وشديت وصيبت هذي فحسابه ما حال بالفلوس؟ جوشت لي من يوم اجلينا الفدران هيا بالفدران من بعد كنت اكتشف ان او دار لي اشي هاجة وهمي وانصب عليها وما اندي اش اطراز دياله او اشي هاجة من جوبي 2021 انا كان بحث علي ميش خيث كان بحث علي حتى وصلت للمعلومات وفيت استقرأ بالضبط وحاليا انا بغدير لي شي كاية ولكن الحكم البعد المسافة بيني وبينه وهو ما تيقلش في نفس المدينة حتى يبشي المدينة للمدينة كيف يبشي المرطقة دياله في تحرك من المرطقة دير الكازا المرطقة دير الكادير انا متبعه ولكن ما عندي عندي التوصيل وعندي لوضيوات لكاليها دعمها في الوقتها وعندي جميع الحجاج ولكن هذا السيد ما استطعتش انا باش نصليه باش ندير الشيكاية ونتقاه في المكان المعلوم انا اللي بغي نوصل الناس أسي محمد عمورة جميع الضرانيش اللي كتكون في الإداءات الفضائية اللي كي يصدفوا فيها ناس اللي تيداعوا العلاج أو تيداعوا الرقية أو شي حاجة الناس يردوا بالهم مزاف انا بتعرض لهذا النص عم تعريق فيديو شو نعم 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 نعم